أكيد عندنا تفاصيل كتير عايزين ندردش مع حضرتك فيها أكيد وبطبيعة الحال لازم تكون البداية بالأقرب اللي هو اللقاء بقى المرتقب القياب بين الأهلي والتحاد المستيري التونسي في ضوء اللي شفته في الشوط الأول إنجاز التعبير اللي هو مباراة الزهاب تتوقع هيحصل إيه في إن شاء الله في مباراة القياب أبلق إيه حاجة بتبقى نقول البداية مطمئنة مطمئنة لجمهير النادي الأهلي لإدارة النادي الأهلي جهاز فن جديد لسه بيحط بداية بيحط بصماته على التيم التشكيل كمان بدأ يخش فيه ناس بقالهم كتير ما دخلوش مثلا زي محمود متولي اللي ظهر بصورة جيدة جدا من وجهة نظري أول مرة يلعب جميع عبد المنعم ففيه حاجات كتيرة بتخش للتشكيل سافيو اللعب البرازيلي اللي ظهر من وجهة نظري بصورة جيدة بالأول مباراة لسه بنقول يعني مش عايزيني نحط الرجل تحت اختبار لا احنا لسه فيه بصماته بتخش شوية بشوية بداية كويسة طبعا من قلتنا انك تكسب اتحاد المنستري في تونس انت عارف الملعب التونسية والجمهير التونسية والفرقة التونسية مع مباراة الفرقة المصرية مباراة صعبة جدا هتكسب منك على الملعب الاتحاد المنستري هناك دي بداية كويسة جدا واداء مطمئن كرة بتتلاقي بشكلها حلو الحمد لله بقى انك كتير ما شفناش النادي الأهلي بالشكل هيدا انا شايف ان دي بداية مطمئنة ان شاء الله